شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على وضع الأمن المائي وكد تغيرات المناخ ضمن استراتيجيات الدول وألقى وزير التخطيط خالد البتال كلمة نيابية عن الكاظمي في المؤتمر الدولي الثاني للمياه قال فيها إن العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخية مبيننا نتحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف يحقق أهداف التنمية المستدامة وأكدنا التنسيق بين الدول المتشاطئة لإدارة الأزمة الأزمة تقول وتقاسم الضرر مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ألف لجنة للإشراف على إعداد وصياغة الورق الخضراء المتعلقة بالبيئة